الحديث الثاني فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد تقدم الكلام على أول حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في سؤال جبرائيل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقدم الكلام على هذه الشهادة وأن معنى أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن محمد مرسل أي مبعوث من عند الله عز وجل قال وتقيم الصلاة تقيم أي تأتي بها قائمة مستقيمة والصلاة هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين بل هي الفاصل بين الإسلام والكفر قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن فقولوا وآمن يدل على أنه قبل ذلك حينما كان مضيعا للصلاة ليس مؤمنا وقال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين ومن المعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بفعل مكفر وأما السنة فهي صريحة في هذا الأمر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك تركوا الصلاة وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة فعلى كل مؤمن أن يحرص على أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يأتي بها قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومتى قام المسلم بالإتيان بهذه العبادة على الوجه الذي أمر الله تعالى به كانت قرة عين له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجوعلت قرة عينه في الصلاة وكانت سببا لطمأنينة قلبه لأن القلب يطمئن بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكانت ناهية له عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى غير ذلك من الثمرات والفضائل المترتبة على إقام الصلاة قال وتؤتي الزكاة أي تعطي الزكاة لمستحقها والزكاة هي التعبد لله تعالى بإخراج جزء معين من مال معين لطائفة معينة وهم أهل الزكاة أعني الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فالزكاة لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب إلا إذا دفعها الإنسان إلى هذه الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل وهم قال الله تعالى إنما الصدقات ولنتكلم على هذه الآية لأهميتها قال الله تعالى إنما الصدقات وإنما أداة حصر والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه وقول إنما الصدقات جمع صدقة وسميت الصدقة صدقة لأن بذلها يدل على صدق إيمان باذلها ومنفقها فلولا أن عنده إيمان بالله ورجاء لثوابه ما تبرع بهذا المال وأنفقهم في سبيل الله قال إنما الصدقات للفقراء هذا هو الصف الأول من أصناف المستحقين للزكاة وهم الفقراء والفقراء جمع فقير والفقير من الفقر وهو الخلو ولهذا يشابه الفقير القفراء في الاشتقاق والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية فمثلا إنسان معدم ليس عنده شيء هذا يسمى فقيرا أو يجد لكن دون نصف الكفاية إذا كانت كفايته كل شهر ألف ولكنه لا يجد سوى أربعمائة ثلاثمائة فهذا يسمى فقيرا الثاني والمساكين جمع مسكين والمسكين من المسكنة وهي الذل والخضوع والخنوع ولكن الذل لا يلزم منه الخلو ولهذا قال الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأثبت لهم ملكا مما يدل على أن المسكين أنه أحسن حالا من الفقير قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الفقراء والمساكين يُعطون من الزكاة ما فيه كفايتهم فإذا كانت كفاية كل واحد منهم ألف ريال شهريا وليس عنده سوى خمسمائة ثمانمائة يُكمل له وإن كان معجما أُعطي المبلغ كاملا هذا ما يتعلق بالفقراء والمساكين ويدخل في ذلك يدخل في الفقير والمسكين من يريد إعفاف نفسه بالنكاح فإنه يُعطى من الزكاة سواء أُعطي من الزكاة على أنه مهر أو لأجل أن يستعين بهذا المبلغ في تأثيث البيت وفي شراء اللوازم وما يحتاج إلى ذلك فكل هذا يُعطى من الزكاة وذلك لأن النكاح من الأمور الضرورية التي يحتاجها الإنسان بل هو في ضرورة إليها فكما أن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب والسكن هو أيضا في حاجة إلى النكاح ومن ذلك أيضا إعطاء أو دفع الزكاة لطالب العلم فإذا تفرغ طالب العلم للعلم فإنه يُعطى من الزكاة ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله إن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أُعطي من الزكاة فلو أن شخصا يقدر على التكسب وعنده قدرة على أن يتكسب المال ولكن أراد أن يتفرغ لطلب العلم تفرغا تاما فإنه يُعطى من الزكاة أما لو أراد أن يتفرغ للعبادة فإنه لا يُعطى من الزكاة ووجه الفرق أن نفع العلم متعدٍ بخلاف العبادة فإن نفعها قاصرٌ على من تعبد لله عز وجل بها فالعابد إذا صام أو صلَّ أو اعتكف منفعة عبادته لنفسه بخلاف طالب العلم فإن منفعة العبادة تكون له ولنفسه تكون له ولغيره فنفع العلم متعدٍ ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن أعوان الشيطان أتوا إليه وقالوا له ما بالك يعنون الشيطان ما بالك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد إذا مات العالم فرح الشيطان وإذا مات العابد لم يفرح فقال لهم لأن ضرر العالم علي أشد من ضرر العابد وسأريكم هذا فقال لهم اذهبوا إلى العابد الفلاني في صومعته فاسألوه وقولوا له هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة فذهبوا إليه وسألوه وقالوا أيها العابد هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة فقال العابد أبداً لا يمكن كيف السماوات والأرض في بيضة هل يُعقل هذا فأنكر قدرة الله فقال لهم اذهبوا إلى العالم وسألوه فذهبوا إلى العالم وقالوا هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة قال إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فإما أن تسغر السماوات والأرض حتى تكون في البيضة وإما أن تكبر البيضة حتى تتسع للسماوات والأرض والله عز وجل على كل شيء قدير فالمهم أن العلم فضله عظيم ولهذا كان مصرفاً من مصالف الزكاة لمن أراد أن يتفرغ لطلب العلم ثم قال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها العاملون عليها هم جباتها وسعاتها وهم الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أربابها فيدخل في ذلك الجبات والسعات والحفاظ والقسام وغير ذلك والمراد بذلك من يبعثهم الإمام خاصة يعني من له السلطة العليا في الدولة وأما وكيل الإنسان الخاص فلا يدخل في العاملين عليها فلو قلت لشخص مثلاً وكلتك أن تحصي زكاة مالي وأن تدفعها إلى المستحقين فأحصى الزكاة ودفعها إلى المستحقين فهل يجوز أن تعطيه من الزكاة على أنه من العاملين الجواب لا لأن العاملين عليها خاص بالسعات الذين يبعثهم الإمام ولهذا يُعطى العامل على الزكاة يُعطى من الزكاة ولو كان غنياً لأن إعطاءه للحاجة إليه لا لحاجته فنحن نُعطيه من الزكاة لأننا نحتاج إليه وليس لأنه في حاجة ثم قال عز وجل والعاملين عليها وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم نوعان مسلمون وكفار فيُعطى الكافر من الزكاة ترغيباً له في الإسلام فإذا كان إعطاؤنا له من الزكاة يكون سبباً لدخوله في الإسلام فيُعطى من الزكاة كذلك أيضاً يُعطى من الزكاة المسلم لتقوية إيمانه فلو أن شخصاً دخل في دين الإسلام ولكن عنده ضعف في إيمانه ولو أعطيناه من الزكاة لقوي إيمانه فيُعطى في هذه الحال من الزكاة أيضاً يُعطى من الزكاة لكف شره سواء كان ذلك من المسلمين أم من الكفار فلو أن وسيلة من وسائل الإعلام تسلطت على المسلمين أو على أهل الإسلام فيجوز أن نُعطيهم من الزكاة إذا لم يمكن أن نكف شرهم إلا بذلك فإذا قُدِّر أنهم لو أُعطوا من الزكاة لكفوا شرهم ولم نتمكن من كف شرهم إلا بذلك فحينئذ يُعطون من الزكاة الرابع والرقاب وفي الرقاب جمع رقبه فيدخل في ذلك ثلاثة أشياء أولاً أن يشتري رقابة فيُعتقها أن يشتري رقابة مملوكة فيُعتقها أي يُخلِّصها من الرقق وثانياً أن يفُك بها أسيراً مسلماً فلو أن أسيراً مسلماً أسر سواء عند المسلمين أو عند كفار ولم نستطع أن نفُكه من أسله إلا بمال يجوز أن ندفع من الزكاة لفكاكه من أسله والثالث أن يُعين المكاتب على دين كتابته فهذه ثلاثة أشياء تدخل في قول الله عز وجل وفي الرقاب أولاً أن يشتري رقبة فيُعتقها وثانياً فكاك الأسير المسلم وثالثاً أن يُعين مكاتباً على دين كتابته من هو المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي يريد أن يشتري نفسه من سيده يقول هناك عبد عند سيده ويريد أن يُحرِّر نفسه هذا العبد فيجوز أن نُعطيه من الزكاة لأجل أن يدفع إلى سيده مال الكتابة وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ والذين يبتغون الكتاب أي يطلبون الكتاب يعني الكتابة وهي شراء نفسهم أو شراء أنفسهم من أسيادهم مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم يعني إذا طلبوا الكتابة وقال العبد أنا أريد أن أشتري نفسي وأحرِّن نفسي فكاتب إن علمتم فيهم خيرًا أي صلاحًا في دينهم وصلاحًا في دنياهم بأن يكون عنده قدرة على التكسب لأن العبد إذا اشترى نفسه ثم لم يكن عنده قدرة على التكسب صار عالةً على غيره فلا بد من أن نعلم فيه خيرًا وهو الصلاح في الدين والقدرة على التكسب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا وآتوهم مما لله الذي آتاكم أمر الله عز وجل بأن نؤتيهم مما لله الذي آتانا وهذا الإيتاء يكون من الأسياد ومن غير الأسياد فمن الأسياد أن يحط عنه أحد نجوم الكتابة يعني الأقصاط ومن غير الأسياد أن يعطيه من الزكاة فتبين بهذا أن وفي الرقاب يدخل فيه ثلاثة أشياء أن يشتري رقبةً فيعتقها أن يفك أسيراً مسلماً أن يعين مكاتباً على دين كتابته ثم قال عز وجل والغارمين الغارمون جمع غارم والغارم من لزمه الغرم والغارم نوعان غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه فأما الغارم لإصلاح ذات البين فكما لو كان هناك نزاع بين قبيلتين أو طائفتين أو بلدين فتدخل شخص للإصلاح بين هاتين الطائفتين أو القبيلتين أو البلدين ولازم من إصلاحه أن يدفع مالاً يعني أن يرضي كل قبيلة أو كل طائفة فيقول مثلاً لهؤلاء أعطيكم مليون ريال وللآخرين أعطيكم مليون ريال أو ما أشبه ذلك حتى ترضى كل قبيلة وكل طائفة فحينئذ يجوز أن نعطيه من الزكاة للإصلاح بين ذات البين تشجيعاً له على عمله النبيل لأن الإصلاح أمر مطلوب وتأليف القلوب مما جاء به الشر فيعطى من الزكاة إذا لم يدفع من ماله فإذا التزم وقال لهم أعطيكم كذا أو قال لأولئك أعطيكم كذا ثم أتى إلى أهل الزكاة وقال أعطوني من الزكاة فحينئذ يجوز أن نعطيه من الزكاة النوع الثاني من أنواع الغارمين الغارم لنفسه وهو من عليه دين لا يستطيع وفاءه فيعطى من الزكاة ما يوفي به هذا الدين سواء أعطيته من الزكاة مباشرة أو أعطيت غريمه يعني من يطلبه وفتنظر في ذلك إلى المصلحة فقد تكون المصلحة أن تعطيه وقد تكون المصلحة أن تعطي غريمه فإذا كان الرجل ثقة معروفا بالرشد وحسن التصرف فادفع إليه المال وقل وف دينك أو سجد دينك بهذا المال وأما إذا كان هذا الرجل الذي عليه الدين كان رجلاً مضياعاً للمال سفيهاً لا يحسن التصرف فحينئذ تذهب إلى من يطلبه وتقول خذ هذه أشرة ألاف هذه عشرون ألفاً وفاءً عن دين فلاء فتنظر في ذلك إلى ما تقتضيه المصلحة ويجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله حتى لغريمه يعني الذي يطلبه بالشرط أن لا يكون بينهما مواطعة أو اتفاق مثال ذلك لو كنت مثلاً أطلب شخصاً عشرة ألاف ريال أطلبه عشرة ألاف ريال فيجوز أن أعطيه من زكاة مالي بشرط أن لا أشترط عليه أن يردها علي وفاءً لدينه لأنه حينئذ تكون منفعة الزكاة عادت إلى صاحب الزكاة أما من غير اشتراط فلا بأس بذلك فإذا أعطيته وقلت له مثلاً هذه زكاة ولم تشترط عليه ثم هو من نفسه ردها عليك فلا حرج في ذلك أما مع الشرط فلا يجوز هنا مسألة مهمة وهي بل مسألتان المسألة الأولى هل يجوز إسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة أو لا هل يجوز إسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة أو لا مثال ذلك أنا أطلب شخصاً عشرة آلاف ريال لما جاء وقت زكاة مالي أحصيت مالي فوجدت أن زكاة مالي عشرة آلاف ريال فهل يجوز مثلاً أن أقول أسقطت عنك الدين بنية أنه زكاة أو لا الجواب هذه المسألة وهي إسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة لها صورتان الصورة الأولى أن ينوي بإسقاط الدين عن المدين زكاة ماله كله والصورة الثانية أن ينوي بإسقاط الزكاة عن المدين زكاة المال نفسه الذي على المدين إذن هنا صورتان الصورة الأولى أن ينوي بإسقاط الزكاة عن المدين زكاة ماله كله المثال كما سبق أطلب شخصاً زيداً من الناس أطلبه عشرة آلاف ريال لما جاء وقت إحصائي الزكاة مالي أحصيت زكاة مالي فوجدت أن زكاة مثلاً عشرة آلاف أو خمسة عشر ألفاً فقلت أسقطت عنك العشرة بنية الزكاة وأخرجت خمسة أو أسقطت العشرة بنية الزكاة لأن زكاة مالي عشرة هذه الصورة لا تجوز لماذا؟ أولاً لأن الزكاة أخذ وإعطاء قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ولأن ما في ذمة المدين دين غائب دين غائب وقد يكون ميؤوساً منه وما في يده عين حاضرة فالعين الحاضرة لا تقوه مقام الدين الغائب الذي قد يكون ميؤوساً منه الصورة الثانية أن ينوي بإسقاط الزكاة عن المدين زكاة الدين نفسه الذي على المدين مثال ذلك أنا أطلب زيداً من الناس مئة ألف ريال المئة ألف ريال زكاتها كم؟ ألفان وخمسمائة عندي أموال أخرى لكن أطلبه هذا المبلغ فقلت له أسقطت عنك ألفين وخمسمائة ريال من الزكاة ونويتها عن هذا المال بعينه فهذا جائز لا أن أنويه عن جميع المال يعني مثلاً عندي خمسمائة ألف ريال مئة ألف ريال عند فلان وأربعمائة ألف ريال في يدي فأزكي ما في يدي وما في ذمة فلان أسقط عنه زكاته فهذا جائز فعلى هذا نقول إسقاط الدين عن المدينة بنية الزكاة إن نوى زكاة ماله جميعاً لم يجزع وأما إذا نوى أن يُسقط عنه زكاة الدين الذي في ذمته فهذا جائز المسألة الثالثة المسألة الثانية وهي هل يجوز قضاء الدين عن الميت بنية الزكاة مثاله مات ميت إنسان مات وعليه دين فهل يجوز أن يُقضى دينه من الزكاة أو لا حكى أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر حكى الإجماع على أنه لا يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة حكى الإجماع على أنه لا يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة ويؤيده أيضا أمور أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أن يقضي زكاة الأموات أن يقضي ديون الأموات من الزكاة ولهذا لما كان يقدم إليه عليه الصلاة والسلام في أول أمر الميت فإذا سأل هل عليه دين فإن قالوا نعم ترك الصلاة عليه وإن قالوا ليس عليه دين صلى عليه حتى فتح الله عز وجل عليه عليه الصلاة والسلام فكان إذا أراد أن يصلي على ميت وعليه دين قال من ترك دينا فعلي وإلي ومن ترك مالا فلورثته فكان يوفي ديون الأموات من عنده من بيت مال المسلمين وثانيا مما يدل على أنه لا يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة أن ذمة الميت قد خربت بموته فالميت الآن ليس له ذمة ذمته قد خربت وفسدت بموته وهذا الميت إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله وثالثا أيضا أن العادة جرت أن تعاطف الناس مع الأموات أكثر من تعاطفهم مع الأحياء فلو فتح الباب وقيل إنه يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة لاتجه الناس وانساقوا إلى قضاء ديون الأموات وتركوا الأحياء مع أن الأحياء أحق ورابعا مما يدل عليه أيضا أنه لو فتح الباب لأدى ذلك إلى الجشع والطمع وهو أن الورثة يجحدون ما خلف الميت من مال حتى يقضى دينه من الزكاة فتجد أن هذا الميت مات وخلف مالا كثيرا ولكن الورثة حتى يتوفر لهم الإرث تجد أنهم يجحدون هذا المال ويقول لم يخلف شيئا حتى يقضى هذا الدين من الزكاة فعلى هذا لا يجوز قضاء دين الدين عن الميت من الزكاة مع أن المسألة أيضا حكاية الإجماع كما سبق أن ذكرته حكاية الإجماع لا تصح لأن المسألة فيها خلاف فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى جواز قضاء دين الميت من الزكاة ويقول إنه داخل في قوله والغارمين ثم قال عز وجل والغارمين وفي سبيل الله سبيل الله أي طريقه وسبيل الله نوعان سبيل عام وسبيل خاص فأما السبيل العام فهو كل ما يقرب إلى الله عز وجل فكل ما يقرب إلى الله فهو من سبيل الله فبدل المال في بناء المساجد إصلاح الطرق بناء المستشفيات بناء المدارس كل هذا من سبيل الله بالمعنى العام بالمعنى العام والنوع الثاني سبيل الله بالمعنى الخاص وهو وخصوص الجهاد وهو المراد في هذه الآية فالمراد بقوله عز وجل وفي سبيل الله المراد بذلك خصوص الجهاد في سبيل الله فالمجاهد يعطى من الزكاة سواء أعطي مالا ليشتري به سلاحا أو اشتري له به سلاح أو ما يحتاج إليه في الجهاد وفيعطى من الزكاة أما سبيل الله بالمعنى العام فلا يجوز دفع الزكاة إليها فلا تدفع الزكاة في بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المستشفيات والمدارس وغيرها لأن المراد بسبيل الله كما سبق خصوص الجهاد في سبيل الله ولو فتح الباب وقيل إنه يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله في هذه الأمور لنصرف الناس إلى هذه الأمور وتركوا الأصناف الباقية فأنت مثلا لو أتيت إلى صاحب الزكاة وقلت أيما أحب إليك أن تبذل زكاة مالك في بناء مسجد أو أن تعطي فقيرا لقال أبني مسجد لماذا؟ لأن الفقير تعطيه الدراهم ينفقها في يومين أو ثلاثة أو عشرة وتنتهي المسجد يبقى كل من صلى في هذا المسجد كل مصل راكع ساجد قارئ تالي معتكف لك أجره فأجره مستمر فلو فتح الباب وقيل إنه يجوز أن تدفع الزكاة في المصالح العامة لنصرف الناس إلى هذه المصالح وتركوا البقية الأصناف أعني أصناف الزكاة ثم قال عز وجل وابن السبيل ابن السبيل السبيل الطريق وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره سمي ابن سبيل لملازمته للسبيل وهو الطريق فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بما يليق بحاله ومقامه فإنسان مثلا سافر إلى بلد وسرق متاعه أمواله سرقت أو ضاعت أو تليفت ولا يتمكن من الرجوع إلى بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بحسب ما يليق بحاله ومقامه إذا كان الرجل من أصحاب الشرف والمكانة يعطى ما يوصله إلى بلده بما يليق بحاله ومقامه ثم قال عز وجل فريضة من الله والله عليم حكيم بين سبحانه وتعالى أن صرف الزكاة إلى هذه الأصناف الثمانية أنه فريضة من الله وأن هذا الحكم صادر عن علم وحكمة قال والله عليم حكيم هذه الأصناف التي يجوز دفع الزكاة إليها الأصناف الأربعة الأول الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم هؤلاء الأربعة إذا دفعت إليهم الزكاة ملكوها ملكا تاما ملكوها ملكا تاما فيملكونها فعلى هذا لو تغيرت حالهم لم يلزمهم أن يردوا ما قبضوا وما أخذوا فمثلا الفقير لو أنك أعطيت شخصا فقيرا من الزكاة أعطيته خمسين ألفا ليسجد أجار بيته ولأجل أن ينفق على أهله وولده سنة ثم إنك بعد أن أعطيته تغيرت حاله مات له قريب وورث قريبه فهل يرد ما دفع من الزكاة الجواب لا يرد لأنه ملكها ملكا تاما ولهذا قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء واللام هنا تدل على الملك فالفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم هؤلاء يملكون الزكاة ملكا تاما لكن الأربعة أصناف الأخرى وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء الصرف إليهم صرف إلى جهة صرف إلى جهة فعلى هذا لو تغيرت حالهم وجب عليهم أن يردوا ما قبضوا وما دفعوا أضرب لذلك مثالين مثلا لو أن شخصا زيدا من أو أن زيدا من الناس عليه دين عليه عشرة ألاف دين فجئت أنا لأقضي دينه من الزكاة لما أردت أن أعطيه من الزكاة وقبض هذا المال من الزكاة عشرة ألاف ريال لما قبض هذا المال صاحب الدين أبرأه قال أبرأتك من الدين لا أريد منك شيئا فيجب عليه أن يرد هذه العشرة التي أعطيته لماذا؟ لأنني أعطيته إياها لوفاء الدين وتبين اللادين مثال آخر إنسان يريد أن يعالج إنسان مريض أراد أن يعالج نفسه من مرض أو أن يعالج أباه أو ولده أو نحو ذلك وأعطيته خمسين ألف ريال للعلاج ثم قدر الله عز وجل أن هذا المريض مات أن ابنه مات أو أن أباه مات ولم ينفق شيئا من هذا المال فيجب عليه أن يرد الخمسين لأن الخمسين قبضها على أي قبض هذه الخمسين بأي سبب قبضها للعلاج لعلاج هذا المريض وتبين أنه ليس مريضا أو أن الله عز وجل أبرأه من المرض فيجب عليه الرد فالمهم أن الأصناف الأربع الأولى الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إذا قبضوا الزكاة ملكوها ملكا تاما حتى لو تغيرت حالهم فيما بعد لا يزمهم أن يردوا ما قبضوا وأما الأصناف الأربعة الباقية وهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فيجب عليهم أن يردوا ما قبضوا إذا تغيرت حالهم مثلا لو شخصا أراد أن لو أن ابن السبيل انقطع به سفره وأعطيته من الزكاة ولكن يسر الله أن وجد محفظته وما له يجب أن يرد ما أخذ من الزكاة ونستكمل إن شاء الله ما تبقى من الحديث في الدرس القادم إن شاء الله وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين